وفي التطورات الميدانية أيضا قتل عشرة عناصر من قوات النظام السوري بعد أن استهدفت كتائب المعارضة المسلحة قافلة عسكرية براجمات الصواريخ في ريف الدرع الشمالي وأسفل الهجوم عن اعطاب عربتين عسكريتين بالإضافة إلى خسائر بشرية بحسب تقارير لمصادر ميدانية وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وقصائف الهون مناطق في مدينة نوى وأطراف بلدتي أم العوسج وتل شاب ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات